نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم اليوم بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة حيث نقل سموه تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشعب البحرين الكريم إلى العائلة الحاكمة بدولة قطر الشقيقة وذلك بوفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمه الله سائلا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسر الكريمة جميل الصبر وحسن العزا